ارتفع معدل الفقر بلبنان أكثر من 3 أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44% من مجموعة السكان وفقاً لتقرير جديد البنك الدولي صدر مؤخراً على الاعتبار أنه من كل 3 أشخاص لبناني واحد فقير بما يصلت الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان للاجتماع وخلق فرص العمل للمساعدة بالتخفيف من حدة الفقر على أي أرقام وأحصاءات استند البنك الدولي هل هذه الأرقام فعلاً بتعكس الوضع الحالي بلبنان؟ كل هذه التفاصيل رح نحكي فيها مع ضيفنا اليوم الباحث في شؤون المالية والاقتصادية لبروفيسور مارون خاطر أهلاً وسهلاً فيك بروفيسور أولاً أول سؤال هل ما هي قراءتك الأولى على تقرير البنك الدولي؟ يعني تقنياً بطبيعة الحال لا يمكن للدراسات الاستقصائية أن تقوم مكان قواعد البيانات المركزية الرسمية يلي تمتلكها الدول ويلي للأسف لبنان ما بيمتلكها إن كان لناحية الشمولية وإن كان لناحية الدقة وبالتالي الدراسة هي دراسة استقصائية تشتغل على عدد من العائلات محددة في محافظات محددة تستسني الجنوب اللبناني لنعلم لماذا وبالتالي هالدراسة الاستقصائية ما بنعرف قد دقة الأرقام يلي بتطلع منا من مال ومن مالي تاني الأرقام والبيانات اللي بتستند إليها نعملت ما بين كانون التاني 2023 وأيار 23 وبالتالي صار عمره سنة وأكتر من سنة هذه لناحية التقنية وإنما من دون أي شك أي دراسة بتنعمل بلبنان اليوم هي دراسة بتبين أن الواقع اللبناني هو واقع سيء جداً لبنان يعيش كارثة معيشية واجتماعية متفاقمة وتتفاقم مع مرور الوقت بسبب غياب الحلول وهذا الشيء كله يعني أنه بغض النظر عن كل الشوائب يلي ممكن تكون متعلقة بطريقة إذا بدك هالدراسة كيف نعمل نتيج تبعه أكيد هي مؤشر خطير على الوضع والواقع اللبناني اللي عم نعيشه وخاصة أنه هيدا الواقع عم يبقى بلا حلول والأيام عم تمروء والوضع عم بيصير أسوأ وأسوأ وبدون ما يكون فيه أفق ولا بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا على الناحية الاجتماعية والمعيشية طب برأيك هل فعلاً التقرير يعكس الواقع الحقيقي اللي عم نعيشه نحن بالبنان؟ يؤشر إلى الواقع الحقيقي مثل ما قلت لك هو مؤشر يعكس الواقع الحقيقي الدولي اللي بدأت تكون بتمتلك قواعد بيانية دقيقة بتفرجيك لأن الدولة هي اللي لازم تسهر على المواطنية وعلى الناس اللي موجودين على أرضها وإنما التقرير غير الشوائب التقنية فيه شوائب بنيوية لأنه يذهب إلى دراسة وضع عائلات غير لبنانية موجودة على أرض لبنان وكمان بنتائجه بيبين أنه هالعائلات من اللاجئين غير اللبنانيين فقره كمان وهون فيه مشكلة كتير كبيرة بقراءة النتائج طبعه لأن فيه علاقة سببية ما بين الفقر يلي عم بعيشوه اللبنانيين ووجود النازحين على أرضهم يعني اللبنانيين عم بعيشوا الأزمة مع غيرهم هذا شي صحيح وإنما اللبنانيين عم بعيشوا الأزمة بسبب غيرهم وبالتالي وجود النزوح السوري بلبنان مؤخرا ووجود باقي غير اللبنانيين على أرض لبنان هي عوامل بتأدي إلى فقر اللبنانيين خاصة أنه أنا دفتني صراحة أنه هذا التقرير معنوني وتقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان هذا الإنصاف من وين عم بيجي الإنصاف؟ ما اليوم غير اللبنانيين عم بيستفيدوا من مساعدات المجتمع الدولي وعم بيعيشوا بطريقة ما فينا نقول منيحة وإنما مقبولة واللبنانيين اللي موجودين على أرض بلدهم عيشين أزمة عمره صار خمس سنين ومتأثرين بوجود هاللاجئين على أرضهم بفعل عدم التنظيم لأن عم بيكلوا جزء كتير كبير من إمكاناتهم وعم بيستهلك بنيتهم التحتية والتقرير بيجي بيقول لك فقر وإنصاف في لبنان وين الإنصاف؟ ما هذا الإنصاف لازم يبعد عن التمييز اللي عم بيعيشوا اللبنانيين كمواطنين على أرض بلدهم دولتهم ما عم تهتم فيهم كفية والمجتمع الدولي ما عم بيعطيهم حق مقارنة بغيرهم من اللاجئين يلي عيشين على أرض البلد القراءة يلي فينا نعملها لهذا التقرير إذا بدك بالمبدأ هو تقرير أكيد يؤشر أو يدل على ما نعيشوا كاللبنانيين على أرض بلدنا من فقر وخاصة أنه يمكن أطوان مش كتار بيعرفوا أنه خط الفقر في لبنان آخر مرة تم تحديثه بالعام 2012 تخيل نحنا شو هالبلد؟ يعني اليوم من وقت لليوم صار ماري عشر سنين على آخر مرة عدل لبنان خط الفقر وكل مرة بيقولوا لك اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر الأرقام يلي عم بيعتمدوها هي أرقام غير رسمية لا تعود إلى الدولة اللبنانية ولا نعلم الطريقة التي تم احتساب خط الفقر فيها يعني هايدي الأنرشية هايدي الفوضى يلي عيشين فيها بلبنان بتخلي هيك تقرير بالنسبة لأيلي أنا كمواطن لبناني مؤلم أول شي لأنا عم بقارنني كموجوع مع حدا غيري موجوع على أرض بلدي وإنسانيا نحن ما عنا اعتراض وإنما تنظيميا واقتصاديا عنا اعتراضات كتير ومن ميلة تانية بتخليني يشوف أنا كلبناني قدي دولتهم تخلي عني وما عم تعمل جهة تجاهي كمواطن لبناني وكمان هي عم ترتكز على هايك تقارير بالوقت ما بعرف دوائر الأحصاء تبعها وكل الناس اللي فيها تشتغل لتطلع ديتها لللبنانيين يستفيدوا منها تيدرسوا أزمتهم يبنوا عليها النهود وإنهم دكتور نعرف نحن أنه بهيك تقارير بيكون في استناد لأرقام بيكون في استناد لداتا معينة لستاتستيك معينة اليوم البنك الدولي على شو استند لحتى تطلع بهيك أرقام بهيك بهيك كونكوليزيون إذا فينا بحسب يلي رشح عن البنك الدولي أنه كان هناك تعاون مع منظمة الأغذية العالمية مع منظمة طبع اللاجئين ال-UNCHR وكمان مع منظمات تانية ساعدوا وأكيد كان في شركات أحصاء عم تعمل شغلة وإنما سؤالة كيف فينا نحن نتأكد كمراقبين كأكاديميين وكلبنانيين أنه هالأرقام تمثل يعني الشمولية طبعها الأرقام وتمثيلها وحتى السينيفيكاتي بيتي طبعها يعني أديش هي فعليا تؤشر إلى واقع الحال هذا ما فيك تعرفوا إذا كانت الدولة اللبنانية ما إلا إيد عبر الهيستوري تبعها القواعد البيانية التاريخية تبعها بأنه تساعد لأنه هالأرقام تكون موجودة ومزبوطة اليوم كيف استندوا وكيف طلعوا هالأرقام أنا بالنسبة لي خبرتي أنا كأكاديمي معهم بالنسبة للاقتصاد النقدي منا مشجعة لأنه اليوم يوم يلي قالت تقرير السابق للبنك الدولي للبنك الدولي أنه أكتر من 55% من الناتج القومي اللبناني هو نقدي يرتكزها لأقتصاد النقدي أنا بسأل نفسي كيف عرفوا هالأرقام بوقت نحن ما عنا ميزانية ما عنا حدود مضبوطة ما عنا ميزين مدفوعات وما عنا مصارف وبالتالي ممكن تكون أكتر يعني أنا ما بعرف كيف طلعوا هاي ديك الأرقام وبالتالي ما بقدر أعرف كيف طلعوا هاي ديك الأرقام كرميل هيك ما رح فوت بالتفاصيل كيف نعمل الشغل رح قال لك أنه أنا لا أعتمد هذه الأرقام بدقة وأنا ما أعتبر أن هذا التقرير هو مؤشر لواقع الحال اللبناني لا بل هو مؤشر لواقع حال أصبح متفاقم منذ أعدد بيانات هذا التقرير لأنه من سنة لليوم لبنان لم يتحسن لبنان ذهب إلى الأسوأ وبالتالي النتائج اللي عم بيقرها هيدا التقرير هي نتائج منقوصة بالنسبة للوضع يلي عيشينه كأنهيار وكواقع اجتماعي ومعيشي سيء سؤال اليوم تقرير طبعا البنك الدولي مين بيستعملوا مين بياخدوا مين بيشوفوا بياخدوا أو بعين الاعتبار أو أي دول بتستند عليه يعني هل هناك إله مثلا محط معين أنه بيرتقزوا عليه الدول الخارجية أو ممكن أنه خلص هيدا هو التقرير الرسمي رح يصير يعني أوكي نقال الأرقام فيه بس أنه وبعدين هلا بطبيعة الحال يتم هلا هو كان حاضر هيدا الاجتماع كانت الدولة اللبنانية بالحكومة والحكومة ممثلة بشخص نائب رئيس الحكومة ولا أعلم فعليا ماذا كان موقفه مش بس من الأرقام شو كان موقفه من أنه شمل التقرير عائلات غير لبنانية وأنه على العلاقة السببية ما بين الفقر وما بين وجود اللاجئين ما عطوا رأيهم بالدولة اللبنانية ما بعرف ما في رأي بالأعلام يعني ما قالوا لهم لأ يا جماعة أنتوا هون مغلطين بهذه النقطة لأنه نحنا بس بنا نحسب اللبنانيين مفروض بعد ثلاث دقائق مما يخلص الاجتماع يطلع يحكي لأن هذه علاقة سببية ما فيه يتركها يعني هو موجود ممثل لكل اللبنانيين اليوم الحكومة اللبنانية هي أعلى سلطة بلبنان مين كان موجود؟ نائب رئيس الحكومة كان مولود سعد الشامي نعم هو موجود كان ما كان عنده رأي بهذا الموضوع ما راشح رأي أنا كيف بدي أعرف إذا بالإعلام ما فيه بيان رسمي من عنده ما بقدر أعرف هلأ هي الفكرة مين بيستعمله الخوف أنه يكون استعماله هو لتكريس الواقع هيدا واقع اللجوء يعني بمعنى أنه صرنا عم نقارن اللبناني الموجوع مع غير اللبناني الموجوع على ذات الأرض وعم نقول اتنيناتهم عم يفقروا على ذات الأرض وكأنه شعب واحد مش بس هك كأنه النتائج الاقتصادية المترتبة بتترتب عليهم اتنيناتهم مثل بعض بالوقت اللاجئين عم ياخدوا مساعدات من الأمم المتحدة عم يعيشوا من دون ما يدفعوا ضرائب عم يعيشوا ويستهلكون بنية تحتية لبنانية مهترئة وبينما اللبنانيين عم بيدفعوا ضرائب كتير عالية عم يعيشوا عدم استقرار سياسي ونقدة وعم بيتاخذ الوظائف وإمكانات أنه يطلعوا مصاري من قدامهم لصالح غيرهم وبالتالي اليوم المرفوض بهذا التقرير مش بس وهون خطر اعتماده أنا بقول ما لازم يعتندوا لازم ياخدوا كمؤشر مثل ما أنا عم بقول وإنما اعتماده هو يكرس هذا الواقع في غياب الاعتراض على هذا الواقع من قبل الدولة اللبنانية طب برأيك شو لازم يكون الرد يمكن على هذا التقرير كبدو اليوم إذا حدا من المسؤولين عم بيسمعنا شو بيكون الرد اليوم أول شي لازم الدولة اللبنانية تاخد عهد على نفسها بإمكاناتها الموجودة إنه هي كمان تفاعل جمع المعلومات من أجل قيام قواعد بيانية ميزاجور يعني أبديتد دوريا هذا هو واحد اتنين لازم يلي عم بيسمعونا يكونوا على طول جهزين بس يكون فيه اجتماع مثل هيدا الدولة اللبنانية هي يلي تمد الجهات الدولية الرسمية وغير الرسمية والجهات المانحة بقواعد البيانات يلي بتمتلكها وما تنطر إنه يطلع قواعد بيانات هي منا موافقة عليها أنا يلي بقوله على الأقل كان لازم يكون فيه رأي بهذه الدراسة من ناحية الدولة اللبنانية ما بعرف شو رأيون فيها والشغلة الثالثة هو إنه يدرسوا هاللي عم قوله أنا إنه هل هناك علاقة سببية أو لا ما بين الفقر يلي عم يعيشون اللبنانيين ووجود غير اللبنانيين على أرض لبنان بعتقد ما بدا دراسي وأنا مع القليلة بدا رأيه لأنه اليوم كرامة اللبنانيين وخاصة اللبنانيين يلي قلبهم كبير ويلي استقبلوا غيرهم على أرضهم وهن موجوعين بأزمتهم وبكرستهم هؤدي لازم مع القليلة ياخدوا حقهم مش بس بالمصاري ياخدوا حقهم على القليلة أنه يكون فيه بالبلد مواطنين وغير مواطنين عندما نتكلم عن الفقر لأن الدولة تعنى بالمواطنين طبعا ويمكن الجهات غير الحكومية العالمية تعنى باللاجئين يلي أجوا بسبب الحرب وإنما ينعملوا اتنيناتهم مثل بعض وينحطوا قدام ذات النتيجة مع تمييز المجتمع الدولي تجاه اللبنانيين تحديدا لأن اللاجئين عم بيأخذوا مساعدات واللبنانيين ما عم بيأخذوا مساعدات هذا مرفوض كل سنة يمكن الباك الدولة بيطلع تقارير بهذا الخصوص يمكن ما لازم كمان ينعطى توصيات أنه لا التقارير لعام 2024 اللي رح يطلع أنه ياخد بعين الاعتبار دون حساب النازحين مثلا مع سكان هو عامل نتيج دون حساب النازحين مثل ما تفضلت بالمؤدمة طبع حضرتك قلت أنه من كل ثلاث لبنانيين هناك اثنان فقراء وإنما مثل ما قلتلك لتحكي عن بلد البلد لازم تاخد أول شي طريقة السامبلينج اللي بدك تعملها بدأت تكون دقيقة أكثر لازم تاخد كامل مساحة البلد لأن كما هناك فقراء في عكار وفي البقاع وفي بيروت هناك فقراء في البقاع وفي الجنوب إلى أقصى البقاع وأقصى الجنوب بعدين اليوم البلد هذا هو أنه ما قدر يمكن في مناطق صعبة الوصول إلى المشكلة أنه ما بنعرف الصعوبة ليش هل هي جاي من الحرب أكيد لا لأنه هذا التقرير مثل ما قلتلك خلص الدراسة البيانات فيه بأيار 2023 يعني من سنة وقرابة الشهر بوقتها ما كان في حارب بالجنوب بس ما بنعرف ليه من هنشغلين على في مناطق من هنشغلين عليها تبروه أنه صعب المصول إلى هن قايلين أنه نشغلين على الشمال وعلى البقاع وعلى أكثر جبل لبنان وعلى بيروت وأنا ما من هنشغلين على الجنوب وبالتالي ما بعرف أداية ربزانتاتي فيتي تابعه يعني قده هو ممثل هذا التقرير من ميلة ومن ميلة تاني خلينا ناخده على أساس أنه مؤشر ونبني على أساسه وإنما ننتظر دور أكبر للدورة اللبنانية بإمكانياتها المتاحة ما عم نطلب منا تعمل شيء زيادة أكتر عندهم موظفين عم يقبضوا المصاري عمنا ناس بتفهم وتعرف تعامل استاتيستيكي تفضلوا نشتغلوا مع التانيين ما نقعد مكتفين إيدينا وغيرنا عم يعمل دراسات عن بلدنا ونحنا غير مشاركين فيها دكتور راح نتقل له الشقة تاني إجا وفد صندوق النقد على لبنان بين مشاورات ومنقشات ده قد تقرير أربعة أيام هل فينا نقول المفاوضات أو الاتفاق مع صندوق النقد طار رسميا من بعد ما ما كان صندوق النقد يعني ما عطى بيجوابه وكأن عطوا هيك صورة تجميد للملف ولكن نحنا بنعرف أنه التجميد ما في تجميد للمفاوضات صحيح هل طار الاتفاق بس بطريقة غير رسميا قالت؟ ما راح نقول طار الاتفاق راح نقول متل ما تفضل تم تجميده بس عمليا نحنا كحضرتك كاقتصاد بتعرف أنه تجميد الملف غير ويرج تجميده بطريقة غير معلنة كمان لأنه بكرة بعد يمكن إذا بدنا نرجع نفعل الملف بيكون في الأسس والأوضاع الاقتصادية والمالية تغيرت وبالتالي بدنا نرجع نعيد المفاوضات من أول وجديد لأنه بيرجع يدرسوا الملف من أول وجديد والأوضاع الاقتصادية اللي اتطورت بالبنان راح أقول لك رؤية للموضوع راح نطلق من كلام السيد راميريز وقته خلص الاجتماعات بالبنان البياني اللي طلع عن صندوق النقد الدولي ما بيقول حتى أنه هناك تجميد بيقول أنه صندوق النقد هو جائز أنه يضلوا يدعم لبنان وأنه راح يرجعوا بزيارة تانية بأيلول 2024 ولكن تخبر رئيس الجمهورية وشكل حكومة مقاطع المستحيلة أصبحت نحن ما راح نقول مستحيلة إن شاء الله بس أنه بالواقع مؤجلة بس في خمس نقط حكي عنها هالبيان البياني اللي طلع بعض ما خرصوا الاجتماعات اللي هي أصلا مبنية على اجتماعات الربيع بواشنطن اللي راح فيها لبنان مقصم لمية لبنان من دون ما يكون في تنحيي يحكوا ع بعض ويفخطوا ببعض وبعدين ما عندهم رؤية موحدة للبلد وبعتقد الزيارة يلي إجت هي كانت طبعا قبل محددة وإنما يعني بيجوا لهون بيشوفوا بعينهم أحصى ما ينترون أن نحن نروح لعندهم مشارزامين مثل ما وصلنا خمس نقط أول وحدة هي عدم إجراء إصلاحات وهذا شيء معروف يعني وهون العتب الكبير يلي وصل لعدم وصول الاتفاق الشفهي إلى اتفاق رسمي اثنين الصراع في غزة وهذا كمان شيء كتير مهم بعدين الصراع في لبنان نذكر كمان بهالتقرير بهالبيان النقطة الثالثة اللي كتير مهمة أول مرة بينذكر موضوع اللاجئين وبيقول أنه الصراع في غزة الحرب الدائرة في جنوب لبنان موضوع اللاجئين يفاقم الوضع في لبنان هذه نقطة العام الثاني ثلاثة ما قام به لبنان من إصلاحات وغير كيفي هذا الشيء بيرد على البطولات والإنجازات اللي دراني نسمع فيها من فترة لهلا أنه نعمل ونعمل ونعمل هوني الانتحان هوني عم بيقولولو يلي عملتون لخيم أنه الكافيين لحتى ما يقولون لكل يلي بيعوا بطولات هلأ بالآخر عمل اللي عليه اشتغل قد ما أنه لنقد والتسليف بيسمح له أنه يشتغل بدومن إمكاناته ما فينا نجي نهاجم بمعنى أنه ما تشتغل من هاجم وتشتغل من هاجم وإنما أنا مشكلتي معه للمرة الألف هي أنه يلي عمله منه إكسبلوار يلي عمله هو غطى سياسي استفاد منه بطريقة كتير منيحة سبت سعر الصرف ولم يجعل سعر الصرف مستقرا خفف الطلب على الدولار لأنه سحب اللبناني وبالتالي بطريقة مصطنعة أرسل نوع من استقرار قابلوا بالمقابل دولرة وفقر يعني بس هذي مش الحق عليه فيه وإنا ما كلام صندوق النقد بيقول أنه يلي العمل منه حرزين بس أنه بهالظروف استقرار سعر الصرف منه صعبة سياسة صعبة يعني كان عم بيشتغلها اقتصاديا يعني منه إنجاز بين الحرب الدائرة بالجنوب يمكن نطينا على غير موضوع بس هلأ بدي أكمل أنا مون الإنجاز بالسياسة نعم لأن السياسة هي ذاتة يلي كانت نفلتة سوق القطع هي يلي سبتت سعر الصرف وبالتالي اليوم الإنجاز هو منه لمصري في لبنان استعمال الغطأ السياسي هو استعمال جيد من قبل مصري في لبنان تمكن بارت منه استعمال للسياسي يعني مش منه الشغل الكبير اللي عمله يمكن لو ما فيه الاستقرار لو ما فيه كلمة السر السياسية لي سبتت سعر الصرف مستحيل أنه كان يكون ينعمل شي أربعة هون اللطشة الكبيرة غياب استراتيجية للقطاع المصرفي عم بقراها حرفيا ذات مصداقية وقابلية للاستثمار بتمكن المدعين من استعاذ يتأمنوا رح أرجع عيد كلمتين غياب استراتيجية للنظام المصرفي ذات مصداقية وقابلية للتطبيق هذا رد صندوق النقد الدولي الرسمي على كل ما رشح وكل ما انشغل من مشاريع قوانين لإعادة هيكلة المصارف من مشاريع سيئة ومدمرة وقاتلة للقطاع المصري في اللبناني تبنوها البعض تخلوا عننا البعض رجعوا تخلوا عننا كلهم هذا الكلام هو رد مباشر من صندوق النقد الدولي على أنه كل ما أنجز لناحية إعادة هيكلة المصارف وعوضة الانتظام المالي وصد الفجم المالية لم يكن ذات مصداقية وهو غير قابل للاستمرار والتطبيق وهذا الجواب هو شافي وكيف يعتقد على هذا الموضوع كرميل هيك مثل ما تفضلت الانطلاق اليوم وهذا اللي فينا نستنجه من كلام صندوق النقد الدولي أنه اليوم نهار يلي بدو يرجع باليش الشغل مع لبنان أصلا المعطيات يلي ارتكز إلى الاتفاق الشفهي القديم أو السابق لم تعود صالحة للمضي قدما بإنجاز اتفاق نهائي وبالتالي تغيير هذا أو تغيير أسس هذا الاتفاق الشفهي بده حكومة قادرة أنه تمضي بده رئيس جمهورية وحكومة أصيلة وخطة نهوض قابلة للتنفيذ بحسب كلامه لصندوق النقد الدولي وبالتالي التجميد هو واقع بانتظار عودة العمل المؤسسيتي انتخاب رئيسة البلد وحكومة جديدة لو هذا الكلام ما قيل بالعلن استنتاجه بطريقة تحليلية موضوعية هو واضح وبالتالي صندوق النقد الدولي عمليا غير قادر بفعل كل يلي عديناه على المضي قدما في التفاوض مع لبنان يعني الملف مجمد بانتظار أن يكون هناك رئيس وحكومة تنظر مجددا بشروط الاتفاق الشفهي الجديد ومن ثم الذهب منه لاتفاق دكتور عندي سؤال اليوم إذا هالإصلاحات نحنا عملناها بحسب مطلب السندوق النقد هل بحاجة بعد لبنان لتلاتة مليار؟ يعني هون السؤال أنه نحنا منا بحاجة في حال عملنا هالإصلاحات منبطل بحاجة للتلاتة مليار دولار لحتى تشيلنا من اللي نحنا فيه بوافقك الرأي أنا أكيد أصلا هالإصلاحات نحنا ما لازم يكون عم نفكر فيها ونعملها لأنسند وأنه أدعم يطلبها هايدي الإصلاحات هايدي لازم يعملها لبنان كرميل مصلحته كدولة وكبلد وأنما العزلة التي عم يعيشها عن الأسواق المالية وعدم تمكنه من الوصول إلى التمويل بتخلي باب هالثلاث مليارات هو باب مفتوح إلى الجهات المانحة العربية والدولية إلى تفعيل سادر إلى كتير أمور تانية بحاجة إلى لبنان وإنما بإطار حوكمة معينة وليس بإطار أهداف مشبوهة كإعدام القطاع المصرفي أو الذهاب بخطة إعادة هيكلة المصارف توصل إلى المصارف الخمسة وإلى شطب المصارف اللبنانية يلي عندنا كتير من إذا بدك العتب لا بل عندنا كتير من اللوم عليها ومن الغضب عليها بفعل يلي صار بالمدعين وإنما نحن ضد أنه يعدم القطاع المصرفي اللبناني لأن لا نهود للبنان إلا بوجود مصارف منيعة ونحن مع محاسبة كل من أخطأ في القطاع المصرفي وفي المصرف المركزي وفي الدولة ومن دون هوادة وإنما اليوم وقت تقلي نحن بحاجة لها ثلاث مليارات للأسف من يوم التعثر الأسود إلى اليوم لبنان معزول هو بحاجة لكل تمويل وقد يكون هذا الاتفاق مع صندوق النقد إذا بدك مقدمة أو باب للذهب إلى تمويل أبعد وأوسع بإطار حوكمة يضاع صندوق النقد وهون اسمح لي بس بكلمة صندوق النقد مش هو يلي عم يقول بضيوشته بالودائع لازم يلي عم يفاوضوا صندوق النقد الدولي هن يبطلوا يقولوا أن شطب الودائع هو من الحلول ويجب أن توقف أن يوقف الكلام على أن الودائع مقدسة في العلن وهي ممكن القيام بشو ما كان فيها وشطبة في الخفاء طيب دكتور اليوم قبل ما أختم هذا المحور وقتها يقلنا صندوق النقد أنه في عنا انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة نحن نعرف أدي بدنا وقت لانتخاب رئيس جمهورية ومنعرف أدي بدنا وقت لتشكيل حكومة آخر مرة أخذت 13 شهر يعني هيدا إذا في حال بدنا نرجع إلى اتفاق أولى مفاوضات مش أقل من سنتين رايحين أنا بالسياسة ما في يجزم لأن السياسة متل ما فيها تأجل 13 شهر متل ما فيها تحل بجلسة واحدة بخمس دقاي أنا بدي ضلني بعول على أنه مجلس النواب اللبناني يلي انتخبه الشعب هو وكيل هذا الشعب هو حريص على مصالحه وبالتالي مجلس النواب اللبناني ما نوت فيه اليوم انتخاب الرئيس بأسرع وقت وتشكيل حكومة إنقاذية لا تأخذ وقت لأنه مش وقت المحاصصة أنا ما فيه يفكر كلبناني غير بهيك هلأ الواقع يلي عم بتقوله هو واقع موضوعي وهيدا تاريخنا هيك بيفرجينا للأسف وإنما بالوقت بدلت ضايع من هلأ حتى لننتخب رئيسه مبلش نعد لـ 13 شهر الوضع خطير جدا الوضع المعيشي الاقتصادي الأمني السياسي كله فيه خطر داهم وبالتالي الحلول يجب أن تكون سريعة جدا لتلافئ الأسفل آخر سؤال دكتور نحن بتشرين رايحين للتقييم لبنان بفاتف اليوم هل لبنان بلحق الإصلاحات ليتجنب التقييم الرمادي؟ بصراحة التقييم الرمادي لازم كان ينحط من قبل بسنة تأجل بالسياسة سنة وإذا ما رح نتصنف رماديا هلا هالشي بيعني أنه السياسة نفسها يلي أجلتنا السنة الماضية رح تأجلنا على قاعدة إذا مش التنين الخميس لأنه أول شي ليس هناك من إصلاحات كلام صندوق النقد الدولي واضح جدا وهناك تقاطع كبير ما بين زيارة وفد وزارة خزان الأمريكية والزيارة إلى واشنطن لصندوق النقد الدولي وزيارة صندوق النقد إلى لبنان والقافي يعني الـ FATF وبالتالي اليوم لبنان غير قادر على القيم بإصلاحات إذا كانوا بدوا يرجعوا لمرجعية الـ FATF رح يرجعوا لصندوق النقد صندوق النقد بيقول لبنان غير قادر على القيم بإصلاحات وبالتالي لبنان يصنف رماديا هالشي بيخلينا نحن نحكي استنتاجا أنه في حال لم يصنف رماديا فإذن السياسة يلي أبعدت عنه كأس التصنيف في العام الماضي ستبعد عنه لأسباب تخفيفية في 2024 بانتظار أن يكون هناك حل لا أن يكون هناك إصلاحات تنتظرها الجهات الدولية من من يحكموا لبنان اليوم دكتور في كثير مواضيع أنا ما رح أخرك بتشكرك بتشكر المشاهدين طبعاً منلاقيكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر